اشتركوا في القناة عبد الله ورسوله صفيه وخليل خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الله جل وعلا في محكم كتابه يخاطب عباده وينادي أولياءه المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون هذا النداء من الله جل وعلا نداء ينبغي أن يحرك فينا القلوب وأن يجذب مننا الأسماع فإن الله جل في علاه ندانا بوصف هو من أحب الأوصاف وأعلاها وأشرفها وهو وصف الإيمان ثم ندبنا إلى فنون من أنوان الطاعة والإحسان واركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وإن هذا الزمان زمان نوع الله فيه الطرق الموصلة إليه من تلاوة وعبادة من زكاة وصوم وعمرة وقراءة ودعاء وكذلك اعتكاف هذه العبادة الخاصة التي ذكرها الله تعالى في آيات الصيام عبادة لها منزلة كبرى أمر الله خليله إبراهيم أن يطهر بيته للعاكفين وأن يرفع البيت للعاكفين وهذا بيان لعظيم منزلتهم وكبير مكانتهم إذ إن الله يأمر من أشرف رسله وخليله إبراهيم عليه السلام يأمره بأن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود فمن هم العاكفون هم أولئك الذين لزموا بيوت الله تعالى الاعتكاف عبادة ذكرها الله في ثنايا آيات الصيام فما هو الاعتكاف الاعتكاف في اللغة اللزوم فإذا لزمت الشيء فقد عكفت عليه وأما في الاستناح أي في كلام الله وكلام رسوله فهو لزوم مسجد طاعة لله تعالى هذا التعريف الموجز المختصر نحن في درس علمي إنما نحن في ذكرى وموعظة لكن من المفيد أن نعرف أن هذا التعريف في الحقيقة يجمع معنى الاعتكاف ومقصده يجمع معناه ومقصده وسره وغايته فمن المهم أن نقف عنده لأن كثيرا من الناس يظن أن الاعتكاف هو أنك تبقى في هذه البقعة كيفما كنت باقيا على أي وجه كنت ماكثا فأنت معتكف وهذا غلط الاعتكاف الذي أمر الله الذي أثنى الله تعالى على أهله وفرض لهم من الأحكام ما ذكروا في كتابه ولا تباشرون وأنتم معاكفون في المساجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عبادة جليلة لها منزلة ولها أهمية فينبغي أن نعرف ما حقيقة الاعتكاف حقيقة الاعتكاف تقوم بأمرين الأمر الأول لزوم المسجد والأمر الثاني النية والقصد بأن ينوي لزوم أي ينوي الاعتكاف ينوي اللزوم فعندنا فعل وعندنا قصد عندنا عمل جوارح وبدن وعندنا عمل قلب عمل القلب هو الني إنما العمل بين النيات وإنما لكل من إنبانوه أما عمل الجوارح فهو اللزوم بأن يمكث ويلزم هذا المسجد ما هو المسجد الذي يشرع الاعتكاف فيه ليس هناك تحديد لهذا المسجد إنما هو كل مسجد بني لله تعالى تقام فيه الصلوات هذا هو الأصل واشتراط أن تقوم أن تقام فيه الصلوات لألا يخرج المصل ويتكرر خروجه في اليوم فيختل اعتكافه بسبب هذا الخروج والدخول ولهذا اشترط عامة فقهاء الأمة أن يكون مسجدا تقام فيه الصلاة واستحب بعضهم أن يكون جامعا ومن آهل العلم من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة وهذا قول مهجور قال به حذيفة رضي الله عنه وخالفه فيه عبد الله بن مسعود حيث قال لعلهم حفظوا ونسيت وعلموا وجهلت أو نحو ذلك مما رد به عليه والآية دال على ما ذهب إليه جماهير علماء الأمة من أن الاعتكاف يكون في المساجد وليس خاصا بالمساجد الثلاثة مكة والمدينة والمسجد الأقصى إنما يكون في المساجد كلها يقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأخيرة من رمضان استقرت سنته على الاعتكاف عشر الأواخر من رمضان تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان واعتكف حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده فهذه سنة نبوية لزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته وعمل بها أزواجه وأصحابه من بعده وعمل بها المؤمنون إلى يومنا هذا فأسأل الله أن يتقبل منا ومنهم هذا الاعتكاف له أحكام ينبغي أن يستشعرها المؤمن وأن يحرص على امتثالها أهم ما ينبغي أن ننطلق منه في معرفة أحكام الاعتكاف أن الاعتكاف حقيقته لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فليس لمحادثة ولا لمسامرة ولا لأي شيء آخر مما يقصده الناس في مكثهم واجتماعهم إنما هو مكث ونزوم للمسجد تحقيقا لطاعة الله تعالى رغبة فيما عند الله تعالى ولماذا كان الاعتكاف النبوي في العشر أو آخر من رمضان واستقر على ذلك الجواب لأنها ليالي فاضلة وفيها من الخير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبثل قصارى جهده وغاية إمكانه صلى الله عليه وسلم في إدراك فضيلتها وموافقة ليلة القدر فالعشر الأواخر فيها ليلة القدر التي هي أشرف ليالي الزمان وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم قال لأصحابه من اعتكف معنا في يعتكف العشر الأوسط فإنما نطلب أمامنا وهو ليلة القدر ثم اعتكف العشر الأوسط حتى هم بالخروج وهم أصحابه بالخروج على رأس العشرين فجاءه جبريل فقال إنما تطلب أمامك فلزم المسجد وآمر أصحابه الذين اعتكفوا معه أن يعتكفوا وأخبرهم بأنه يصلي صبيحتها صبيحتها في ماء وطين وكان ذلك في ليلة الواحد والعشرين من رمضان في تلك السنة ومع هذا استمر النبي صلى الله عليه وسلم واتكف بقية العشر الشاهد أن النبي إنما اعتكف لفضيلة هذه العشر وفضيلة الاجتهاد فيها فكان يبذل صلى الله عليه وسلم فيها من الخير ما يبذله ويسابق فيها إلى أنواع أنواع وألوان من البر ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه وأن يجتهد فيه وأنا أقول إن واقع اعتكافي كثير من أخواننا لا يحقق هذا الغرض ولا هذا المقصد فتجدهم يشتغلون بألوان من الأشغال من الحديث والذهاب والذهاب والمجيل والاشتغال بمصالح خارجه عن ما لزم المسجد من أجله ولذلك أقول ينبغي أن نحرص على تحقيق الغاية والمقصود وسنجد إذا حرصنا على امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف سنجد لهذا الاعتكاف أثرا في أخلاقنا في قلوبنا في معاملاتنا في إيماننا وصلاحنا ولذلك لنحرص على الاعتكاف الذي كان يعتكف صلى الله عليه وسلم قراءة وتدبر واختلاب النفس يعرض فيها الإنسان نفسه على كتاب ربه وناجي الله تعالى يستمطر منه الخير يسأله من فضله كل هذا من أنواع الخير الذي ينبغي أن يحرص عليه المعتكف وأن لا يشتغل بذهاب ومجيل لا سيما في المساجد التي تكتف بالمعتكفين كالحرمين والمساجد الجامعة الكبيرة تجد أن المعتكف لا يتذوق طعم الاعتكاف في كثير من الأحيان إلا من الله عليه ودبر أموره على وجهه يبعد عن التشويش والانشغال وإلا في الغالب تنصرف همامهم إلى أمر غير ما أوقفوا أنفسهم له الاعتكاف سنة للرجال والنساء فقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها لكن ينبغي في اعتكاف المرأة أن تحرص على أن يكون في مكان آمن تأمن به على نفسها تأمن من أن تفتن أو أن تفتن وهذا أمر لا بد من ولا بد من ملاحظة حتى يكون الاعتكاف على وجه المرضي ينبغي أن يعلم المعتكف أنه لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان كما في الصحيحين ولا يخرج إلا لما لا بد له منه كقضاء حاجة أو طعام إذا لم يتيسر أن يأتيه الطعام أو اغتسال أو وضوء أو نحو ذلك من المصالح بعض العلماء يذكر مسألة الاشتراط ويقول إن المعتكف أن يشترط وهذا قال به جماعة من أهل العلم لكن الصحيح ينبغي أن نضيق دائرة الاشتراط فإن الاشتراط في الحقيقة يوسع الدائرة على الإنسان ويجعله يمكن أن يخرج في كل لحظة وبهذا يفقد معنى الاعتكاف الذي هو لزوم البيت البيت الله تعالى من مسجد سواء كان مسجد الحرام أو مسجد المدينة أو الأقصى أو المساجد العامة في الأمصار والبلدان لذلك أقول ينبغي أن تضيق دائرة الاشتراط قدر الإمكان ولو قيل بعدم صحة الاشتراط لمناثاته الاعتكاف لكان هذا قولا وجيها وقد قال به جماعة من أهل العلم المهم أيها الأخوة والأخوات أصيكم يا من قصدتم الاعتكاف أن تحرصوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاعتكاف يبدأ من أول العشر وهو بغروب شمس يوم العشرين وينتهي بإعلان نهاية الشهر إما برؤية الهلال الرؤية في ليلة الثلاثين أو بإكمال العدة بأن تغرب شمس يوم الثلاثين وبهذا ينتهي الاعتكاف بعد ذلك للمعتكف أن يخرج وأما قول بعض الفقهة أنه يبقى ويذهب إلى العيد بثياب معتكفه هذا لا دليل عليه أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الفقهة في الدين وأن يعيننا وإياكم على الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا